أكد سعادة الدكتور وليد المانع وكيل وزارة الصحة أن العمل جار مع كافة الجهات ذات العلاقة لتنفيذ خطة الإجلاء للمواطنين البحرينيين في إيران لضمان وصولهم لمملكة البحرين وفق إجراءات احترازية محكمة من أجل سلامتهم نظرا لتفشي فيروس كورونا كوفيد 19 في مدن إيران وتصاعد انتشاره حول العالم وقال المانع أن العمل متواصل لنقلهم على دفعات حيث سيتم نقل أول دفع يوم الثلاثاء القادم بإذن الله كما أن الجهود مستمرة لاستكمال مختلف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحفاظ على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين ونوها المانع بأنه منذ إعلان خطة الإجلاء والرقم المخصص للتسجيل عبر وزارة الخارجية والجهات المعنية على اتصال مع المواطنين المتواجدين في إيران وأهاليهم وأن الجهات ذات الصلة تعمل بناسق واحد لكي تتكلل عملية إجلائهم بنجاح وسلامة وأضاف المانع أن جميع العائدين من إيران ضمن خطة الإجلاء سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف فريق طبي متخصص وفق توصيات منظمة الصحة العالمية فور وصولهم البحرين وسيتم نقلهم لمراكز الحجر الاحترازي أو العزل والعلاج وفق ما ستكشفه نتائج الفحوصات المختبرية